الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب دكتور مساء الخير نوري سيدة الميس هذا الحكم سياسيا يعني نحن أمام حكمه مهم جدا هذا الحكم ماذا يعني سياسيا بالنسبة لمصر ماذا يعني بالنسبة لمجلس النواب يعني ايه بالنسبة لعلاقات مع السعودية يعني سياسيا أن من اتخذ قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع المنكر العربية السعودية بالشكل الذي تمت به لا شرعية له وأن الاتفاقية وكأنها لم تكن فيه إحراج شديد للنظام فيه إحراج شديد للحكومة ينبغي ألا تكابر الحكومة أكثر من ذلك وألا تدخل في مصار ضرب المؤسسات الدولة ببعضها ببعض لأن هناك حديث من قبل البعض على اللجوء للمحكمة الدستورية مثل هذه الأمور أتصور أنها ستحدث فتنة بين مؤسسات الدولة ثم بعد ذلك اللجوء إلى مجلس النواب أتصور أن الحكومة عليها أن تكتفي بمجرة وأنها حاولت واكتهدت لكنها أخطأت وتم تصفيح الخطأ وكفاهم شقا للصف المصري فمن الناحية السياسية أتصور أن الحكومة ينبغي أن تتلقف هذا الحكم باعتباره يعني نهاية جهدها المشكور في هذا الأمر البعض يتحدث من ناحية ثانية عن أن مجلس النواب من حقها أن يناقش نعم من حق مجلس النواب أن يناقش كان ينبغي على الحكومة أن ترسل التفقية بمجرد توقعها للمجلس لكي يناقشها إذا رفضها كأنها لم تكن وإذا وافق عليها من حق الرئيس أن يصدق عليها فتصبح سارية المفعول الحكومة لم ترسل التفقية لبعد ستة أشهر وبعد أن باتت معروضة أمام القضاء والمجلس تجنب نظر الاتفاقية إلى أن يصدر حكم القضاء وصدر الحكم صباح اليوم باتا قاطعا وبأوصاف على الحكومة أن تخجل من السير في إجراءات لتمرير الاتفاقية حينما وصف الجيش المصري بأنه لم يكن أبدا في يوم من الأيام جيش احتلال البعض يقول أن طبعا بدأت بعض التراشقات على مواقع التواصل اقتماعي من جانب بعض الشخصيات المصرية والسعودية لكن البعض يتحدث عن أنه يمكن لجول التحكيم الدولي ساذة لميز التحكيم يكون بموافقة الطرفين بإرادة الطرفين يعني لو المملكة العربية السعودية عايزة تروح تحكيم ومصر قالت لا مش هروح تحكيم ليس من حق محكمة العدل الدولية أن تنظر يعني دي نقطة مهمة جدا يا دكتور إذن التحكيم الدولي باتفاق الطرفين طبعا وبموافقة الطرفين وده اللي حصل في طابة زي اللي حصل في طابة وزي اللي حصل بين قطر والبحرين وزي اللي بيحصل لا يمكن الذهاب إلى محكامة دولية رغما عن إرادة طرف من الطرفين موضوع منتهي ولا أحد يستطيع أن يناقش فيه دي مسألة قانونية طيب لو السعودية راحت للتحكيم أنا بقولك وسياسيا هذه الحكومة غير أمينة على أن تمثل مصر لأن المحكمة الدولية أو المحكمة العدل الدولية بتناقش طرفين كل واحد بيتعي أن الجزء ده تبعه لكن إحنا عندنا حكومة رايحة مسلمة بأن الجزء والله مش تبعه أنه ده تبعه مهمة طب تروح تحكيم ليه؟ يبعه إذن لو أرادت مذكرة بين السعودية أن تذهب إلى التحكيم فأنا رأيي أن مصر توافق لكن مأى الحجر على الحكومة الحالية واختيار لجنة من كبار رجال القانون الدولي والتاريخ والجغرافية ومن مؤسسات الدولة المصرية للدفاع عن مصرية ترانو صنافية قلت في بداية كلامك أن من وقع على هذه الاتفاقية لا شرعية له أنت بتتكلم هنا على الحكومة الحكومة رئيس الوزارة هو من وقع على هذه الاتفاقية بصراحة وده سؤال سياسي أيضا من يتحمل المسئولية السياسية لهذا الوضع الغريب اللي احنا فيه دلوقتي الذي يتحمل المسئولية السلطة الترتيزية ككل متضمنة لأنه هو بيوقع على اتفاقية المهندس الشريك اسماعيل وكان وليه ولاية عهد السعودية من الجانب الثاني كان الرئيس عفتاح السلطة موجود والعهل السعودي موجود إذن هي مسئولية تضامنية للسلطة التنفيذية لكن لنا عايزة أقوله أنه الذي وقع هو رئيس الوزراء عليه أن يكف عن جهوده لإثبات عدم مصري التيران وصنفير يعني هذا موظف عام موظف عند الشعب المنصب العام هو منصب تكليف ومن يحسن ويجيد يجدد ثقة الشعب فيه ومن لا يحسن تصحب منه الثقة للتصوير يعني في العالم كله عندما بيحصل حاجة زي كده بيستقيل رئيس الوزراء لكن حريك عارف أنه في هذا الأمر القضية لم تكن رئيس الوزراء كانت كل الدولة مقتنعة بهذا الأمر من وزير الخارجية لكل الأجهزة كلهم كانوا كان هذا هو الاتجاه أستاذة لميز خلونا نكمل الكلام بصراحة لا خليني بس لو تسمحي لي سيديني جزء وقت زغير وأنا أقول له حضرتك معيار اللي الحكومة اعتمدت عليه والنظام ومؤسسات الدولة اعتمدت عليه هو المعيار الجغرافي أنا عايز أقول له حضرتك أن المعيار الجغرافي واحد من المعيار اللي بتحسب عليها السيادة على الأراضي يعني فيه معيار الاستخدام التواجد الحيازة الهادئة السيادة ممارسة الأنشطة والأعمال يعني عايز أقول له حضرتك لو حضرتك تحطي الخريطة قدامك بتاعة اليونان وتركيا وبحر إيجا ما بينهم بحر إيجا فيه حوالي أكتر من ألفين جزيرة أقرب أبعد جزيرة عن الأراضي اليونانية اسمها فيوس وأنا رحتها تبعد اتنين كيلو عن الشاطر التركية وهي جزر يونانية التحكيم الدولي ما بين قطر والبحرين إيه دا جزيرة في خضن قطر للبحرين يعني الموضوع مش جغرافي مش مقاسات صماء وفيه هناك أوراق فيه حوار للملك السعودية مع الواشنطن بوست من ست شهور آيل فيه وأنا شفت هذا الحوار آيل فيه أن تيران وسنفير لا تتبعنا وإنما أهدت أنهما مصر يعني كعرفان جميل على المصارف الاقتصادية ممكن نديهم تسئلات نديهم أي حاجة لأن تنين جزء من أراضي لا توجد ورقة واحدة لدى المملكة العربية السعودية تقول إن تيران وسنفير بتاعتهم أنا ما عنديش مشكلة أنا مش هنازع مؤسسات البلد بس بأم فاقدين للمصدقية في عين الشارع والرأي العام وده خطر على استقرار البلد لا لو هيوصلوا الأمر دوت قد تنتقل المسألة من رئيس الوزر بالرئيس الدولة إذن تتواء يعني يبقى يعني ربما تطالب رئيس الوزراء بالاستقالة ولا إيه شوفي أصول الاستقالة دي إحساس يعني الرجل فشل سياسيا الرجل وقع على اتفاقية القضاء قال له أنت بتتنازل عن جزء من أراضي الدولة بأراضينا وتحت سيادتنا إذن يفترض أن يتقدم من ترقاء نفسه بالاستقالة ويقول فشل يا أخوانا فشل واعفوني من هذا الأمر هو رجل بتاع بترول ما ليس علاقة بالسياسة إذن تقول لي مؤسسات الدولة يا سيدها لميس طب ما فيه إعلاميين وفيهم أعضاء برلمان قالك لو سابت مصريتهم هاتقيل من البرلمان إحنا فيه في أي زمن وإيه الكلام اللي بتقال ده والباية العظيم دي خيانة عظمة هل هذا الحكم يعني مش عايزين بس نتقل في قصة الخيانة والتخوين ولكن لأ لأ لما أقول أنا عمري ما شفت أنا رجل بشتغل في المجال دوت من أكتر من 25 سنة أنا ما بلقش اتهامات جزافة يا سيدها لميس أنا بشتغل في المجال دوت أنا عمري في حياتي ودرست علاقات دولية ما شفت حكومة في الدنيا تجتهد لإثبات أن جزء من أرضيها ليست أتعرضيها ويتبعها جزء من الإعلاميين وجزء من البرلمانيين مش ممكن يا أخواننا يعني مش ممكن أنا ما شفتش المشهد ده قال ده ستشجل في التاريخ على أنه حاجة نادرة وفريدة الحكومة بتقول والله العظيم مش بتاعتنا والشعب يقول لهم بتاعتنا والقضاء يقول لهم بتاعتنا هل هذا الحكم سيزيد من الشقاق بين مصر والسعودية المفترض ألا يزيد من الشقاق المفترض أنه الناس تعد وتتناقش وتتفاهم والمناطق يمكن استثمارها يعني أنا هقول لحضرتك على وقعة بسيطة ألمانيا وفرنسا بينهم منطقة الإلزاس واللورين وحصلت حروب وكانت ألمانيا تحتلهم فرنسا تحتل جزء بتابع لدوتو كذا لما جم يعملوا حلول عملوا المنطقة دي ومزيد من التوتر في العلاقات بين قايرة والرياض وستفشل كل الجهود التي حاولت منع التجاهر في العلاقات لأن الموضوع لا يعالج بعقلانية ولا بهدوء الموضوع يعالج بحالة منحلات العصبية وبطريق التفكير فيها بعض شخصي وقابلي أكتر منه حسابات رجال دولي شكرا دكتور عماد جاد عضو مجلس النواب